يتواجد هناك مراسلنا محمد واموسي إليك محمد فضل صباح الخير صباح الخير محمد صباح الخير عبد الله صباح الخير دينا أنا قبل أن أبدأ جولتي أتدوق هنا عند مدخل الجناح هذه القهوة القادمة من فانواتو وهي فعلا أشكر القائمين على أنهم اصطدفوني بهذه القهوة الطيبة وبالمناسبة القهوة فانواتو اليوم تستثمر في القهوة وتساعد مجموعة من التعاونيات والسكان الجزيرة على يعني توسيع نطاق هذه الصناعة الواعدة صناعة القهوة في فانواتو سأكمل قهوتي بعد أن أنتهي من هذه الجولة إذن سنبدأ هنا من هذا الجناح لجمهورية فانواتو وهي أرخبيل من مجموعة جزر فيها أكثر من ثلاثة وتمانين من الجزر وهي من الدول التي يعني حباها الله بطبيعة جميلة هي تجمع بين زرقة الشواطئ الجميلة والبركين النشيطة هناك جبل في فانواتو يعتبر من أكثر البراكين نشاطا في العالم رغم أن هذه الجزيرة التي تتوفر على أكثر من 2500 متر من السواحل الزرقاوية الجميلة رغم أنها جزيرة وصغيرة إلا أنها تضم أكبر عدد من اللغات في العالم شعب ثري تقافيا يتحدث أكثر من 143 لغة ومما يجعل منه أكثر البلدان تنوعا يدعون هنا يدعون أزوار جناحهم إلى زيارتهم ويقولون لمن يأتي إلى هنا إرحلوا إلى أرض بعيدة عن رتابة الحياة اليومية بمعنى أنك حين تزور هذه الجزيرة فانواتو فإنك ستستمتع بموطن لروائع الطبيعة المذهلة مثل جبل ياسور كما قلت الذي يعتبر أكثر الجبال البركانية التي يمكن الوصول إليها من حيث النشاط كما أن الغابات فيها مجموعة من الثقب مجموعة من الحفرات للمياه الزرقاء للمياه الفيروزية المياه التي يتم تصفيتها بشكل طبيعي وهناك غوص حتى يقولون هنا مثلا ترون معي في هذه الصور يدعون السياح للغوص في أطلال الحرب العالمية الثانية لماذا؟ لأن هنا قرب فانواتو هناك سفن كثيرة من الحرب العالمية الثانية غرقت في هذا المكان ولا زال اليم يتم اكتشافها بعد وهناك نشاط للغوص يجعل يعني يدعون الزوار للغوص من أجل مشاهدة بقايا هذه السفن تحت البحر حتى أنه جرى إنشاء مركز بريد هو الأول من نوعه في العالم مركز بريد تحت البحر وهذا يدفع الفضول كثير من الزوار من أجل المجيء وزيارة هذه الجزيرة هذه الجزيرة تعرف أيضا بالملحوتات الخشبية وتعرض بعض النماذج منها هنا في مختلف الجزر في منطقة في فانواتو تشاهدون هذه الصدفات هذه الصدفات في الواقع هي عمولات يعني يمكن للزائر في منطقة تسمى توربة أن يشتري ما أو يأخذ ما يريد وبدل أن يدفع بالنقود المالية يدفع بالنقود المتعرف عليها يدفع بنقود الصدفات يعني في هذه المنطقة نقود الصدفات هو نظام تقليدي للعملات في هذا المكان يمكن أن نستخدم الصدفات من أجل شراء ما نريد من أغراض يعني وتحتسب القيمة بحسب طول هذه القلائد حتى أنا دين أفكر أن أذهب إلى الشاطئ جميرا هنا في دبي وأجمع ما استطعت من صدفات البحر وأذهب إلى هذه المنطقة وأشتري ما يريد إذن نكبل هذه الجولة هنا تمثل الليتا يعني هذه القطع الفخارية تمثل بداية تقاليد الفخار في تاريخ فانواتو وقد استخدمت في تزيين الآنية عبر تقنيات الحفر الجزائي للنقوش طبعا هناك تعريف أيضا بمجموعة من الأنشطة تشاهدون هنا بعض جمال الطبيعة جمال الغابات الشلالات وأيضا تعريف حتى بالرقصات الشعبية لأن سكان فانواتو يعتبرون من أكثر شعوب الأرض هوسا بالحفلات هوسا بالرقصات يعني يستغلون كل مناسبة وغير مناسبة لإقامة حفلات حتى أنهم يوصفون بأكثر شعوب الأرض احتفالا الاحتفالات والرقصات تبدأ منذ ميلاد الإنسان إلى غاية زواجه ثم حتى وفته هناك عدد كبير جدا من المناسبات الوطنية وغير الوطنية والدينية إلى ما غيرها ويحولها سكان فانواتو إلى مناسبات للرقص وغيرها من التقوص حيث كما قلت أن فانواتو تعتبر من أكثر البلدان تنوعا ثقافيا بتقوصها ورقصاتها الشعبية وأطعمتها التي تختلف من جزيرة إلى أخرى نحن شعب متعدد الثقافات فلدينا 145 ثقافة ولغة فريدة حية ويطلق على شعبنا شعب التقاليد الفريدة اسم كاستوم وهذا ما قلته في بداية هذه الجولة بحيث أن شعب هذا البلد هو من أكثر الشعوب تحدثا بعدد كبير من اللغات 145 لغة رقم كبير جدا ويمكن التعرف على هذه التقافة الغنية من خلال رقصاتها من خلال أغانيها من خلال قصصها كما قلت شعب فانواتو يحتفل بالحياة منذ البلاد الولادة وحتى الزواج وحتى الوفاة ويبرع في تحويل كل حدث إلى احتفال جماعي وترون هنا شخصية الإنسان في فانواتو هو إنسان مبتسم دائما وبهذه الابتسامة يستقبل زواره ويستقبل محبي هذا البلد الاكتشافي طبعا يوجد الكثير التي يمكن سأحاول أن أساعد فقط زميلي المصور لأن هناك فكما قلت هناك الكثير ما يمكن أن نتعرف عليه هنا في هذا الجناح هنا جرى إحضار مجموعة من الرسوم التي رسمها أطفال فانواتو خصيصا لزوار إكسبو عشرين عشرين دبي مجموعة من أطفال الجزر التي يصل عددها إلى ثلاثة وتمانين جزيرة رسم جميعهم رسمات مهدات إلى زوار إكسبو عشرين عشرين دبي وإلى سكان دبي وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة نوصل هنا هذه الجولة وندخل على موضوع الاقتصاد الاستثمار في فانواتو مخصص له حيز كبير هنا لماذا؟ لأن فانواتو تدعو بقوة المستثمرين إلى المجيء إلى هناك حتى أنه يمكن الحصول على جنسية فانواتو باستثمار مبلغ يصل إلى مئة ألف دولار والاستثمار في فانواتو لا يحتاج إلى حضور جسدي ما يستفيده المستثمر بالاستثمار في فانواتو يعني بالإضافة إلى العامل الربح إلى ما هنالك هو أن جواز فانواتو يمكن صاحبه من الصفر إلى مائة وتسعة وعشرين دولة في العالم بدون تأشير ومن هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي دول شينغن التي تعفي سكان جزيرة فانواتو من التأشير وبالتالي فإن من يستثمر في فانواتو ويحصل على الجلس سيصبح بإمكانه أن يستفر إلى مائة وتسعة وعشرين دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشير وهناك الكثير هناك تعريف ببرنامج خريطة الطريق المتعلق بالطاقة الوطنية في فانواتو ويهدف البرنامج إلى إنتاج مائة في المائة من الطاقة النظيفة من المصادر المتجددة بحلول عام الفين وثلاثين وبالتحول من الوقود الكربوني المستورد إلى مصادر الطاقة المتجددة طبعا هذا البلد لديه الكثير من الجهود التي تبدل في مجال الطاقة الشمسية الطاقة المائية طاقة الرياح والهدف كما قلت تخفيض اعتماد البلد على استراد الوقود الكربوني وطبعا هناك قطاع مالي صلب يساعد على تسهيل المستثمرين هذا ما يجري تعريف الزائرين به خلال وصولهم إلى هذا الجناح وطبعا بين المعروضات هناك بعض النماذج للصناعة التقليدية وحتى نشاهد كيف هي البيوت في فنواتو تشاهدون البيوت الخشبية وغيرها من وسائل الجذب الجميلة في فنواتو اذا نكتفي نكتفي بهذه الجولة هنا في جناح فنواتو واعود اليكم دينا وعبدالله شكرا محمد يعطيك العافية يعني جولة مليئة كانت بالمعلومات صراحة فاقت التوقعات حتى أنا الضيف يثني أيضا على قدر المعلومات التي أضفتوا إلى هذه التخطية للجناح شكرا لك محمد واموسي وفكرة تجميع الصدف عجبتني جميلة ربما نطبقها نعم ومثل ما قالي نروح ببحر جميلة نجمع الصدف أنا مستعد أن أبدأ نبدأ معا نجمع ما يمكن أن نجمع من الصدف في شواطئ دبي الجميلة ونسافر لشراء أغراض هناك يعني فكرة أتمنى أن أن تعمم الدول هذه الفكرة عودة أن ندفع بالمعلومات ندفع بصدف البحر فكرة يعني جميلة لا زالت تجد لها ربما هي فكرة قديمة وهذا يؤكد مدى تمسك شعب فانواتو بتقاليده القديمة وبحياته القديمة للأسف التي هذه الحياة التي انقرضت اليوم من حياتنا المادية مجددا صبحك الله بالخير عبد الله ودين أحييكم مرة أخرى من جناح هذه الدولة الجميلة فانواتو هذه الدولة المليئة بالمغامرات وبالعجائب وبالطبيعة وبطيبة الناس ومن الدول أيضا التي ظلت في منأة عن فيروس كورونا فانواتو هي من الدول القليلة التي لم يصلها فيروس كوفيد تسعة عشر وظلت في منأة عن هذا الفيروس وهي معروفة بأن شعبها حارس على النظافة حارس على الكثير من الأشياء ويتحدث مئة وثلاث واربعين لغة ما يجعل منه من أكثر شعوب الأرض غينا ثقافي طبعا الجناح فيه الكثير من التجارب التي يمكن أن نطلع عنها خاصة وأن البلد معروف بأنه فيه جبل يسور هذا الجبل المعروف بأكثر الجبال في العالم نشاطا بركانيا إذا زرت هذا البلد فستستمتع بواحدة من أنواع الغوص الفريدة من نوعها وهو الغوص للتعرف على بقايا سفن الحرب العالمية الثانية جزيرة فانفاتو هي من الدول التي غرقت أمام سواحلها الكثير من سفن الحرب العالمية الثانية لدرجة أن البلد حول هذه الخاصية إلى عامل جدب سياحي وهنا في هذا الجناح الجناح يدعون زوار الإكسبو إلى زيارتهم من أجل الغوص عبر التاريخ إلى أطلال الحرب العالمية الثانية من أجل اكتشاف ما تحمله وما تخبئه هذه السفن لدرجة أنهم أحدثوا مكتب بريد فريد من نوعه أطلقوا عليها بريد الأعماق هذا البريد يعني يقولون لك إنك إذا ذهبت إلى هناك وغصت في هذا المكان يمكن أن يصل بريدك إلى هذا المكان وتحصل على بريدك من تحت الأعماق إذن هذا البلد كما قلت هو من أكثر بلدان العالم تنوعا لغويا طبيعته مذهلة فيه جبل يسور أحد أكثر الجبال التي يمكن الوصول إليها نشاطا لكن هذا البلد أيضا معروف أن الغابات فيه فيه الكثير من الثقب الفيروزية بمعنى أنه حتى داخل الغابة توجد بحيرات عبارة عن ثقب فيروزية وهذه الثقب يعني يمكن للزوار أن يسبحوا فيها وهي مياه تنقي نفسها بنفسها بنفسها ولا تحتاج لتطهير هي مياه جميلة جدا ما يجعل طبيعة هذا البلد ربما تشاهدون جبل يسور هنا أمام هذا الجبل الذي يظهر بين الفين والأخرى في هذه الشاشة وهو كما قلت من أكثر جبال العالم نشاطا يعني هذه الجزيرة الجزيرة فانواتو هي تزاوج بين الحمم البركانية وبين زرقة الشواط وفيها الكثير من الرقصات الشعبية أشعب فانواتو هو من أكثر شعوب الأرض احتفالا بكل شيء يحتفلون بكل شيء بالولادة بالزواج حتى بالوفاة يحتفلون يحتفلون بمناسبة وبغير مناسبة وهم يعني يبتسمون دائما شعب ودود وشعب طيب ويرحب كثيرا بالزوار وحتى أنه ما يعرض على المستثمرين الراغبين في استثمار مبلغ معين الحصول على الجنسية الجنسية المحلية والحصول على جواز الصفر خلال ستين يوما كما تشاهدون هنا هدف سيفساء من الثقافات المتعددة لأن فانواتو هي كما قلت أكثر البلدان تنوعا بتقوصها برقاصتها الشعبية وأيضا أيضا بأطعمتها التي تختلف من جزيرة إلى أخرى من بين الأطباق المشهورة واللذيدة والشهيرة في العالم في هذه الجزيرة هناك طبق اسمه اللاب لاب هذا الطبق يحضرون لك حصاد الجزر هناك أكثر من 83 جزيرة في هذه الدولة ويحضرون لك حصاد هذه الجزر مجموعة من الأوراق الأشجار ومجموعة من الفواكه والخضر التي تزرع في هذه الجزر الكثيرة ويقدمون لك الطبق المشهور واسمه اللاب لاب وهناك الكثير من الأطباق التي يمكن للسائح أن يتعرف عليها وأنا شخصيا أصبحت من الآن أخطط لزيارة هذه الجزيرة لأنها صراحة هي من الأماكن التي اكتشفت فيها الشيء الكثير بفضل إكسبو 2020 دبي وهي مغرية يعني مغرية من حيث السياحة من حيث طيبة شعبها من حيث الثقافات المتعددة من خلال الرقصات الأغاني القصص فشعب فانواتو كما قلت يحتفلوا بالحياة منذ الولادة حتى الزواج وهم يبرعون في الاحتفال بكل ما هو يعني شعبي وجماعي هنا بعض الصناعات التقليدية التي جرى إحذرها من فانواتو ويمكن الزائر لهذا الجناح أن يشتري بعض التذكارات المعروضة هنا يعني وصنعها يقادم بالمناسبة من مجموعة من التعاونيات المحلية وهناك أيضا العصير الفواكه الاستوائية الطبيعية بدون حافظة هناك عصير الأناناس والفواكه الجافة وغيرها من الفواكه الصناعية لأن هذا البلد هو بلد استوائي ويتمتع بغابات كثيفة غابات من الفواكه الاستوائية التي ذكرت فيما يتعلق بالاستثمار وجناح فانواتو الذي يحمل شعار نحن بوابتك إلى الحياة هو يعرض على المستثمرين أو على الزائرين أن يعيشوا في فانواتو ويحصلون على جنسية البلد يمكن بمبلغ كما قلت يصل إلى مائة ألف دولار أن يطلب المستثمر الحصول على جنسية فانواتو ويمكن أن يحصل على الجواز خلال ستين يوما بدون إقامة وبدون شرط الحضور الجسدي والجميل في الامتياز الذي يمكن أن يحصل المستثمر هو أن جواز فانواتو يمكن صاحبه من الصفر إلى 129 دولة في العالم بدون تأشيرة من بينها دول الاتحاد الأوروبي دول شينغن التي تعفي سكان جزيرة أو أرخبي فانواتو من تأشيرة الدخول إلى بلدانها وأعود إليكم دينا وعبد الله شكرا يعطيك العافي على هذه الجولة في جناح فانواتو أفوان أحمد وموسي شكرا جدا